ميليا نوران هل ستفيتك حالات مش انتي يعني صحابك يعني طب ايه أصعب حالة ستفيتك زي ما برضو ما الدكتور قال عشان نستبع عرفة احنا بنتكلم عن الحالات الاستثنائية اللي هي مبالغ فيها الست ممكن زي ما هو قال كده بتكون هي ربت لسبب أو الأخ ربت لوحدها أو هي شالت مسئولية كبيرة فخلاص شافت ان هي بقى حق مكتسب لها ان هو ولادها دول هي اللي ربتهم فهما لازم يفضلوا تحت طوعها طول الوقت الى مدى الحياة برضو مش كل الامهات مش كل الامهات همكلم عن الكيسز اللي هي اكستريم المبالغ فيها او ان هو افراط في التدليل فالولد طلع فقد الاهلية كإنسان مش قادر يواجه المجتمع الوحيد ايه الحالة اللي ستفيتك قدت لطلاق او طيب يعني انا مش عارفة ابتدي من الخفيف ولا اديكي متيل لأ ديني متيل على طول ديني متيل على طول يعني انا دي بالنسبة لي اكستريم يعني دي التوب يعني واحدة صاحبتي اتجوزت وسفروا خلاص سفروا برا مصر يعني ولما رجعوا لسه بقى ارسان فراحوا قعدوا في بيت ابو وهي صحية الصبح كده وهي عروسة ما لقيتش جوزها جنبها وهو راح نام جنب والدته طب ايه المشكلة ما يمكن عشان السفر امك توحشاية جماعة يعني رهان هانم اعطيتك حدق بالتقيل خدي بقى اللي جاية دي حتجيب لابس الاكتاف لانا بتجيلي حالات الام مش بتروح تنام في قوته النمو تجيبه ينام جنب منها اغسن بالله بتجيب لانجري وتلبسه زيها زي الزوجة وتطلب ان هو يجي نام جنب منها في السرير مش مش نام يعني ايه انا فهمها انا قصدي يعني ايه بتغيز الزوجة وشايفة ان هي لازم يتم الاستحواز عليه حتى ان في بعض الاحيان لما الزوجة بتضج خلاص وتطلب الطلاق بتلاقي الام بتقول لها ايه خلاص انام وافقة خدي ابنك وسيبيلي ابني باعتبار ان ابنها ده من الاملاك يعني تسيب حفيدها وتقول لها خدي ابنك وسيبيلي ابني شفت حالات زي ما هي بتقول بس هي حالات مرادية دكتور نعم حالات مرادية طبعا وتطرفية وغير طبيعية بالمرة يعني وصل بيها حب التملك لان يخد يبال حضرتك هو دايما ابن امه بيبقى وليد ام متسلطة ام نرجسية عندها حب التملك ام عاوزة كل يخدم حوالين منها ام عندها نرجسية وعندها الانا الاعلى وانا ومن بعد الطفان فعاوزة تقعد كده ملكة وكل مكتسباتها في الحياة حوالين منها من اولاد ومن بيت ومن عربية ومن تلفزيون دول ما املك اه دول ما املك دول ملكتها الخاصة وبالتالي تتنمر جدا لو حد جاء عندهم يعني حتى لو الابن عمل مشكلة مع الزوجة والمشكلات الاسرية جزء اللي يتجزأ من قدون اللي بينظم الحياة الاسرية ما فيش حياة الاسرية من غير مشكلات طبعا ولا سيامة في اول سنة طبعا انها هي تعرف بس ان في مشكلة معينة ما تسيبش ابنها فرصة ان يتبع على امراته وعلى قيمها وعلى عددها وعلى تقاليدها او يحاول يوصل الله السنسي والاحساس بتاعه لا تتنمر وتيجي وتتخانق وتتعارك هو قاعد بيتفرق شفت الكلام ده وبتشوفيها ليدي ومحترمة وفي نواجه رقية وكل حاجة انما يعودي بقى تحت البيت واسمعي من متنقى يا خيار ها تقبل قيدة واسمع الزيت